النهاردة فيه وقعة مؤلمة الحقيقة حصلت صحينا الصبحية على الحدثة المفجعة اللي حصلت وهي سقوط الميكروباس من على المعبدية بتاعت ابو غالب منطقة ابو غالب والواحد الحقيقة ما بيبقاش عارف مش عايز اقول كلامتي ايه لي يعني بس ارجو من الناس والنبي انها تاخد بالها خصوصا بقى السوئين وكذا يعني انا مش عايز احمل لانه خلاص طبعا تحقيقات النيابة هتأخذ مجرها والقانون هيأخذ مجرها بس الملابسات بتاعت الوقع عشان اللي ما تبعهاش يتبعها معنا انتو عارفين ان المعدية دي بتبقى معدية بتعدي هذا البر من النيل الى البر التاني من النيل فالعربيات بتقف على المعدية والمعدية بتمشي بها في النيل لحد ما توصل للناحية التانية المعدية الميكروباس ده ركب المعدية والمعدية كان فيه كان فيها ركب فيها 16 فتاة 16 فتاة حل؟ 26 انا اسف 26 فتاة ركب فيه هذا الميكروباس هو وقفين في المعدية سواء الميكروباس اتشاكل مع حد من اللي وقفين جنبه في المعدية اتشاكل معه كلمة منه على كلمة منه اشتد الموضوع لتلاسن علوا صوتهم سواء المعدية قرر انه يفتح الباب وينزل يتخانق مع الرجل اللي وقف ده كلام بيتقلبه ان الرجل كان بيعاكس الفتاة او مش عارف كذا تحياتي انه بعد اكد بس في النهاية الرجل سواء الميكروباس فتح باب الميكروباس وينزل عشان يتشاكل ويتخانق مع الرجل اللي وقف جنبه في المعدية وهو نازل في غضبه وفي حمه وتنفعاله نسي يشد الفرامل نسي يشد الفرامل بتاعت الميكروباس سواء الميكروباس نازل من هنا الميكروباس طبعا من غير فرامل مشي وقام سائد في النيل وانتوا عارفين انه مياه النيل مختلفة عن مياه البحر مياه النيل اثقل كثافتها اثقل عشان كده اللي بيعوموا وعارفين في السباحة يقولك تسبح في البحر اسهل كثيرا من ان تسبح في النيل كثافة المية وتقل المية وعمق المية اتقل بكتير من مية البحر عشان كده النجاة منها صعب خصوصا لما تكون محبوس في عربية غير اتبيك فده اللي حصل ان العربية نزلت في المية صقت اتفقاع النيل للأسف للأسف وزارة الصحة تقديراتها وارقامها الرسمية المعلنة حتى الان انه فيه خمستاشر حالة وفاة فيه خمستاشر حالة وفاة بقية العشر او الحداشر اللي كانوا موجوني في الميكروباس سبحان الله ربنا والقدر نجاهم انهما قبل الحدثة مباشرة نزلوا من الميكروباس ووقفوا كده على صور المعدية عشان يتفرجوا على جمال النيل وجمال الطبيعة وكذا ويقعدوا كم دقيقة حد ما المعدية توصل للبر التاني وده اللي نجاهم سبحان الله البنات اللي فضلوا في الميكروباس هو اللي ويعوا في الميكروباس وللأسف انتقلوا الى الرفيق الاعلى وربنا استرد ودعته فيهم ربنا يرحمهم ويغفل لهم ونحتسبهم عند الله من الشهداء واعتقد ان الحكومة كمان تفعلت بسرعة ما هذه الحادثة وزارة الصحة ارسلت 8 عربيات اسعاف فورا الى موقع الجريمة او موقع الحادثة بعد ثواني من وقوعها وحاولت انها تنقذ ما يمكن انقاذه ووزارة العمل هتقول لي وزارة العمل ايه علاقتها علشان معظم هذه الفتيات كانوا من العمالة غير المنتظمة فوزارة العمل قررت فورا هذا اليوم توفير او تخصيص ببلغ 200 الف جنيه لأسرة كل حالة من حالات الوفاة طبعا انا في مثل هذه الحادث بعيد وكرر انه ولا فلوس الدنيا ولا كنوز الدنيا ولا جواهر الدنيا تعود ضفر بنت من البنات ولا روح من الارواح لانه الروح اللي ربنا خلقها اغلى من ان تقيم لكن في النهاية الحكومة بتحاول بس انها تواسي والطبطب على اسر الضحايا قدر الامكان ودي الحقيقة حاجة محمودة من الحكومة المصرية نشكرهم عليها لكن انا كلامي موجه هنا طبعا لأسر الضحايا قلبي معاكم ومشاعري والله معاكم ودعواتي لربنا ان ربنا يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والنبيين في الدرجات العلى من الجنة واحتسبوا واصبروا احتسبوا واصبروا انا عارف ان فراق الاحباب وفراق الدنة غالي وصعب لكن في النهاية لا نقول الا ما يرضي الله سبحانه وتعالى فارجوكم احتسبوهم عند الله من الشهداء واصبروا وارضوا بالقدر وربنا باذن الله باذن الله ينزل سكنته على قلوبكم ربنا باذن الله ينزل السكينة على قلوبكم ربنا رحمته وسعة وكبيرة زي ما بيبعت الابتلاء بيبعت كمان القدرة على الصبر بهذا الابتلاء من خلال السكينة والرضا والايمان واليقين بالله سبحانه وتعالى اما فيما يتعلق طبعا بقى هيحصله مع السواء هيحصله مع الشاب اللي كان واقف ما بتخارق مع السواء كل ملابسات الجريمة او الوقعة انا مش عايز اتكلم فيها دلوقتي لانه ما بحبش استبق تحقيقات النيابة ده ما تنتهي النيابة العامة من التحقيقات هنضيع لحضراتكم كل الاخبار بالتفصيل بس بعد ما يكون موثقة لان المواقع دلوقتي بتاعت التواصل مليانة بكلام مليانة بكلام واقاويل كتيرة الله اعلم الصحة من عدم الصحة فيها فارجو ان حضراتكم يعني تصبروا بس لحد ما التحقيقات كلها تنتهي واي حد اخطأ او اثر لن يفلت من العقاب لن يفلت من العقاب هذا مؤكد ان شاء الله